بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم يا سابع في مادتنا التقافى المالية بيحكي عن كسب الاموال ورح نحكي عنا برضه في هذا النموذج او في هذا العرض التقديمي على ان المال هدف ام غاية ام وسيلة في هذه الحياة وبننوه يا سابع انه هذا الفيديو الاخير انه في مادة التقافى المالية من يجي ما اطلع عننا يا سابع عنا على كسب الاموال كسب الاموال الها عدت wipes me مصادر مصادر كسب المال يقسم عنا الى قسمين اما مصادر كسب مشروعة للانسان عن طريقة الشريعة الاسلامية والحلال اما مصادر الكسب غير المشروعة في اتباع عند buyer غير الإسلامية وغير المشروعة وغير الإنسانية في كسب الأموال وهذه لا ينتج عنا عنها إلا أضرار للإنسان نتعرف عنا فيها للأمام في هذه الشرائح. ابني جم نحكي مصادر كسب المال المشروع تقسم مصادر كسب المال المشروع إلى ثلاث أقصى. رح نتحدث في أول قسم عنها عن التوظيف والمقصود بالوظيفة أو التوظيف وظيفة حكومية أو خاصة بتتميز هذه بالثبات. شو يعني بالثبات. معنى كلمة الثبات معناته أنا بخد راتبي في وقت محدد في كل نهاية شهر أو في نص الشهر معناته أنا في هاي الحالة باعتمد على نمط معين في استلام الرواتب على الأغلب على الأغلب كل الوظائف الحكومية والخاصة بتعتمد عليها على أخذ الراتب في نهاية عنا الشهر. ليش؟ لأنه بتكون مضمن قانون وزارة العمل أو نظام العمل وأكيد بيكون خاضع عنا لما يسمى بالضمان الاجتماعي. تلاحظ إحنا فترة هذه كتير إحنا بنشتغل عنا على مفهوم الضمان الاجتماعي عشان يحفظ عنا حقوق جميع الموظفين أو جميع حقوق عنا العملاء أو الأشخاص الذين خومون في العمل في جميع المنشآت الحكومية والخاصة عنا في الأردن. بنجي بنحكي تتصف الثبات باختلاف الراتب ولكنها محددة ومشروطة وفق نظام العمل. بتغني مصدر عنا الأعمال التجارية وهي المهن ومنقصد عنا المهن ممكن نحكي عنا الحرفية واليدوية مثل النجارين والحددين الكهربجي اللي بيشتغل عنا بالفندقة بيشتغل عنا فيه كثير من المجالات اللي بتعتمد عنا على الإنسان حتى في صنع مثلا البناء نفس الشي. هاي عنا بتعتمد عنا على دخل غير ثابت بكون عنا الدخل فيها متفاوت حسب شغله حسب إنتاجه حسب ساعات العمل بالنسبة له ممكن في ناس بتشتغل شبتات فيها هاي الحكاية في ناس بتكون مثلا صاحبة الملك الملك بيكون إلها لحالها فاتح محل كهربجي إلو لحاله أو بكون أجير فيها فهون بتختلف عنا كسب الأموال بالنسبة للأفراد. منيجي لثالث شغلة اللي هي بتكون عنا بتأسيس شركة خاصة. المقصود بالشركات الخاصة ممكن إحنا نعتبرها شركة مؤسس صغيرة نعتبره مول صغير وهاي كلها تبن نعتبرها إحنا شركات خاصة. بيعتمد عنا دخل الباقة على شغلتين عدد المشترين للبضاعة زي محلات الخلويات زي محلات الخضرة هادون إحنا ممكن نعتبرهم شركات خاصة أو زيارة جدا 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 بتكون محدودة. سعر البضاعة التي يحددها السوق لما بيكون إحنا زي السوق المركزي بيحدد عنا أسعار البضاعة والحكومة تكون محددتها من قبلها معناته كل محل موجود عنا بتحكم أو بالتزم بتعليمات عنا اللي بيحددها السوق المركزي أو البضاعة الموجودة عنا أو ما شابه ذلك من هذا القبيل. بنيجي بعدها منحكي كسب المال بطرائق غير مشروعة له إحنا منحكي المصمة الفساد. إيش يعني كلمة فساد؟ هو استخدام المال والسلطة. مش بس أنا بحكي مال لحاله سلطة ممكن نقوم واحد ذا سلطة ونفوذ كبيرة بهدف الكسب المال الشخصي. معناته أنا في هاي المرحلة بدي أوصل لكسب مالي إلي أنا لحالي. إني أنا المستفيد أو الشخص المستفيد الوحيد منها مع عمل ضرر عنا على الأفراد الآخرين. لأنه أنا بعمل عملية فساد. معناته أنا كفرد في المجتمع بدي أستفيد وغيري ما يستفيد أو مجموعة من الأفراد تستفيد والباقي ما إليهم مهمين أو أشخاص غير مهمين. إيش يعني من يطلع عنا على أشكال الفساد؟ كل إشي في الحياة له شكل. أول شكل من أشكال الفساد اللي هو الرشوة بنسمع عنها بش كتير وهاي أكتر إشي بتكون عنا في المعاملات أو في الأشياء الحكومية على الأغلب. شو معنا كلمة الرشوة؟ قضاء حاجة الأفراد كحق من حقوقهم. يعني أنا إلي حق في معاملة عمالي بتعاملها بس الشخص الموجود عماله عليها بعمل عملية إعاقة إلها. فأنا شو بروح بعمل في هاي الحالة؟ بقدم له مبلغ معين من المال أو أهدية مقابل إنه يمشي لهاي المعاملة التي هي بالأساس حق مكتسب لإلي. هي حق من حقوقي وهذا يؤثم عنا عليه الفرد. ثاني شكل من الأشكال فساد الواسطة وتكون من خلال طلب المساعدة من شخص وسلطة تحقيق مصلحة معينة لا يستطيع تحقيقها بنفسه. كلمة الواسطة معناته أنا بشتغل عمالي في شركة وعندي ابن أخو أو ابن أخت حابب يشتغل في الشركة هذه ومؤهل الدراسي مش عالي أو لا يستحق العمل. وفي ناس بيكون مؤهلهم أفضل منه بروح أنا بقدم واسطة بجيب حدا مدير بجيب حدا رتب سعالي عندنا موجود وبدخله بأخذ هو دور ناس تانين من هون برضو يؤثم الإنسان عليها. السرقة يا الله السرقة شو بتعمل في الناس؟ السرقة هي الحصول على مال الممتلكات الآخرين بطريقة سرية غير مرئية. وهاي ظاهرة كثير سيئة 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 للغاية. سابع لازم الإنسان يبتعد عنها ويحذر الأشخاص منها حتى لازم إحنا نراعي هاي الأمور في الأطفال الصغار. لما أنا باجي بحكي إنه طفل صغير فات على بيت حدا اتناول لعبة بجوز أنا كأم أشوفها سهلة أو هينة أو إنها إشي تافه. لا بالعكس أنا لازم أنتبه على هاي لأنه هاي بتأخذ مجريات ومنحيانات كثير بحياة الأفراد. لازم كل إنسان ينتبه إنه السرقة من أخطر الظواهر اللي بتظهر عندنا على الإنسان وتظلها ممتدة عنده لبعض فترات زمنية كبيرة. آخر واحد اللي هي بتكون عندنا الغش سلوك سلبي يتم من خلاله إخفاء عيوب مواد أو بضائع وتقدم على أنها سليمة. بتحقيق مكاسب مادية كل ياتنا بنعرف قصة المرأة وعمر بن الخطاب اللي كانت بتخلط عندنا الحليب بالماء فحكت لها إما زيد الحليب المية على الحليب. قلت لها عمر ما بيشوفنا قلت لها البنت لكن رب عمر رح يشوفنا وهذا الإشي نهانا عنه إسلامنا ديننا الحنيف. رب العالمين لازم إحنا الإنسان يتبع عندنا الطرق السليمة في كسب المال. ابني جي بنحكي إنه بالنهاية إنه هل المال وسيلة أم غاية بالنسبة للإنسان؟ لا إحنا بنحكي إنه المال هو عبارة عن وسيلة يستطيع الإنسان من خلالها تحقيق الأهداف والرغبات وأي شيء أنت بدك يا في حياتك ولكن ليس غاية في حد ذاته. أنا ما بشتغل عشان المال نفسه أنا من المال بساعدني أشتري ملابس أشتري الأشياء اللي أنا نفسي فيها أشتري متطلباتي أشتري حاجاتي كاملة متكاملة ولكن ليس غاية في حد ذاتها في هذه الحياة. في عنا أشياء كتير ما بتطلب المال عشان أشتريها منها أهمها محبة الأخان ما بقدر أشتريها بالمال الصحة ما بقدر أنا أشتريها بالمال الصداقة ما بقدر أشتريها بالمال بر الوالدين التقرب إلى الله واحترام الأشخاص واحترامك إنت لذاتك هذا ما بنقدر إحنا نشتريه بالمال. يعطيكم العافية شكراً لكم وكل عام وانتو بخير. ترجمة نانسي قنقر